اشتركوا في القناة الان هو موجود في منزلة الرشا وهي منزلة طبعا موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاربعاء وعصر يوم الاربعاء وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح وطبعا القمر الساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة من مساء اليوم الاربعاء بتوقيت جرينيش رح ينتقل لمنزلة الشرطين وهي منزلة في برج الحمل لان القمر رح ينتقل من الحوت للحمل بما انه رح يكون موجود في الحمل اغلب اليوم فبما انه كمان في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى تقليم الاضافر حلاقة الشعر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة اربعة وسبعة وخمسين دقيقة من عصر اليوم الخميس الى ينتقل القمر بعديها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر زي ما ذكرنا في حلقة يوم الامس انه في خلو مسار خلو المسار يعني الان موعد بث الحلقة القمر موجود في برج الحوت خلو المسار رح يصير بعد ساعتين وعشر دقائق تقريبا لانه رح يبدأ الساعة اربعة وحد عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني مدته تقريبا ساعتين او ثلاث ساعات الا لا ينتقل القمر ويستقر في برج الحمل هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار القمر رح ينتقل زي ما حكينا لبرج الحمل فتاثيراته لما ينتقل لبرج الحمل الساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتصير هاي الفترة يعني نشعر بالطاقة اكثر او طاقة كبيرة للعمل بنكون اكثر تصميما واكثر استقلالية بنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا بمتاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وايضا يمكننا ادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اللي راح تصير اليوم في عنا اول زاوية زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تاثراتها من 26 واحد لغاية يوم ثلاثة اثنين ذروتها يوم ثلاثين واحد ساعة واحدة وخمسة اربعين دقيقة صباحا هاي الزاوية بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الاقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتدل على ازدياد اهتمام الحكومة او الملوك او الرؤساء بالشؤون العسكرية والامنية وبرضو هيك في تحسن على مستوى الايد العامل في قطاع الصناعة ووجود توازن بين العرض والطلب بالتجارة وبتزيد الاهتمام بالميدان الرياضي وقطاع الصحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تاثراتها لغاية يوم تسعة وعشرين واحد هاي الزاوية بتدفع بحضودنا بصورة عامة وبتقوي ارادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وبرضو هذا الاتصال بيجلب لنا الحظ والنجاح وامكانية انه يكون لنا دور مهم اجتماعي بتحقق برضو حياتنا المهنية نوع من انواع النجاح وبتربطنا علاقة مهمة ونافعة ببعض الاشخاص اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين المشتري وهي ذربتها ساعة وحدة ونص صباحا وحد وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومن حاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا تأثير هاي الزاوية من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون دروتها الساعة اربعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء بنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا تأثيراتها من ساعة منتصف الليل ولغاية ساعة المساء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون دروتها الساعة عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر تأثيراتها هي الزاوية من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون الزاوية ذروتها الساعة ثلاثة وسبع دقائق عصرا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعة ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها الإعناية الإضافية الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم يوصى في إجراء العمليات الجراحية طبعا دون الأعضاء اللي ذكرناها لعمليات جراحية كبرى أما عضلات عمليات صغرى فما في أي مشاكل وخصوصا للأسنان هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يعني لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يتواجد في برج الحمل فخلوه المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة 27 واحد بيبدأ في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 41 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره 5 أيام في تمام الساعة 7 و 48 دقيقة صباحا بصير عمره 6 أيام نسبة الإضاءة بتصير 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعة الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18 اثنين سعيد الآن بنسبة 70% في ساعات العصر بتصير سعيدة بنسبة 60% القمر في الحمل حتى يوم 27 واحد سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات منتصف الليل وما بعد بصير سعيد بنسبة 45% وبظل طيلة النهار على نفس نسبة السعادة لغاية ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الجدي حتى يوم 11 اثنين سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثلاثة سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لبرج الحمل بعد ساعتين بتصير يعني الآن بلشتوا تشعروا بطاقة أحسن من الأيام الماضية وثقتكم بأنفسكم كبيري خلال هذا اليوم وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم بتهتموا بمظهركم وبالتغييرات وتعتبر هاي مرحلة انطلاق لمشاريعك الجديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانت اليوم سباق ورائد في حقل اختصاصك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر خلاص بدوا ينتقل ويصير في بيت متاعبكم فتطلب منكم هاي اليوم وبكرة فترة يعني بتكون ما تبالغوا بمجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغداكم وراحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير بتتأخر مشاريعكم وربما تلغى اتجنبوا اتخاذ اي قرار وتأكدوا من حجزكم اذا كنتوا حاجزين موعد لانه ممكن تتفاجأ بالالغاء او ستفهم برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل او مناسبة سعيدة حاولوا انه اليوم تكونوا مخلصين لصداقاتكم ووعودكم ممكن تحصدوا تأييد لا بأس فيه خلال هذا اليوم اهمش انك تكثفوا ارتباطاتكم انتوا اليوم بحاجة لا تعاون الاخرين معكم وتعتبر هاي فترة ممتازة جدا للعلاقات الاجتماعية وايضا الزيارات وتوطيد العلاقات مع الاصدقاء برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعمل وبينجحوا بإدفاءة جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم انك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة طبعا التركيز كله رح يكون على العلاقات الاجتماعية وعلاقاتكم بالمسؤولين وأيضا العمل والدفاع عن سمعتكم أهم إشي أنك تهدئوا من روعكم لأنها فيها بعض السلبية خلال هذا اليوم وخصوصا في ساعات المساء فممكن يكون فيه نوع من أنواع التعب أو التوتر علجوا الأمور بهدوء وحاولوا أنك تقدموا أفضل ما عندكم خلال هذا اليوم برج الأسد بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابله بتقدر اليوم تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجحوا في الترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهمش أن ما تهملوا واجباتكم حتى ولو كثرت أو صعبت نضموا وقتكم بشكل جيد تفاديا للتأخير وحاولوا أنكم تقدموا بجراءة وثقة خلال هذا اليوم برج العذراء بالظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلاة بشراكة أو تعويض وبإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت اليوم بحاجة لطاقة عالية جدا ونشاط عالية جدا وأعصاب متينة عشان تقدروا تنجزوا كثير من الأمور خلال هذا اليوم حاولوا أنكم تهتموا بالوضع المالي دون أي مجازفات أو مغامرات مالية وما تتركوا ذيول المتاعب إنها تسيطر عليكم برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فما بيجوز إثارة المتاعب وبرضو بتكو تنتبهوا من طاقتكم لأنها طاقتكم ضعيفة بتكو تجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والأعداء فهم كثر حاليا برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل واليوم تجدوا تعاون من زملائكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ابتكثر النشاطات وربما تشعروا ببعض التعب طبعا القمر موجود في بيت العمل والصحة فبدك تهتم لعملك وعلاقاتك بالعمل ولصحتك وصحة أحبائك خلال هذا اليوم برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا الظروف جيدة احتمال أن يكون فيها بعض القلق أو اتجاه أحد الأحبة ولكن الأجواء إجمالا اليوم ممتازة على مستوى الحب والغراميات والتقرب من الأحبة وعندك نشاط عالي جدا وبتميل للهو والترفيه والتجميل وممكن ترفيه عن نفسك وانت بالفعل جاهز لهاي الأمور أو تستحق ذلك ويجب اتخاذ خطوة مفيدة خلال هذا اليوم برج الجديد ابترغبوا اليوم في إدخال تعديل على الأمور البيتية والعائلية مثل المسكن أو التفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة بإمكانك أنك تعزز الروابط العائلية رغم أنه في بعض الشكوك أو بعض الهواجس أو بعض الأحداث اللي بتعيشها ما رح يكون اليوم في عندك تبادل زيارات أو اتصالات مهمة ولكن ممكن يكون في بعض التوتر بسبب حدث طارق برج الدلو ابتنشطوا اليوم في مجال الاتصالات والسفريات القصيرة ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلقوا في مرحلة مهانية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم أهم شيء أنه ما تبقوا وحيدين بل يبحثوا عن الأصدفاء والأحباء لتعزيز الروابط ابتمتلكوا اليوم سرعة خاطر ومهارة ملموسة وعندكوا طاقة ممتازة وممكن تروج لأي أمر أو تقنع أي شخص بوجهة نظرك برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن أنهم يحصلوا على هدية أو دعم بعضكم ممكن يسمع خبر سار أو يلعب قريب دور مهم بتهتموا بقضية شراكة أو عمل أو ممكن تعالجوا بعض الأمور أهم مش أنك تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم لأولوياتك المالية وممكن بعضكم يجد بعض الحلول والتسويات خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة